اشتركوا في القناة في اخر مرة كنا تكلمنا مع بعض كان طريقة حل الجمالون اللي احنا تكلمنا فيها كانت عبارة عن جمالون كابولي واللي احنا قلنا ازاي بيتم عمل او حل الجمالون كنا بنقول ان الجمالون لازم بيتم اختيار العضو المعلوم من الاول وبعد كده بنرتب بداخل المفصل الاعضاء المجهولة بعدين وبعد كده بنبدأ نحط بقية المفصل بالترتيب بحيث ان يكون اخر اعضاء مجهولة هي الاخيرة في المفصل بحيث ان انا لما بحط المفصل وارتبه كده يكون عندي الاعضاء المجهولة بداخل المفصل هي الاعضاء الاخيرة الموجودة عندي في المفصل طيب النهاردة هنتكلم مع بعض عن امثلة يمكن تكون ضخمة شوية في الجزء الثاني من الجمالون هنشوف كده مع بعض القوة المؤسرة من حيث المقدار ونوع القوة على هذا الجمالون ايه بقى هذا الجمالون بقى اللي قدامك بص كده الجمالون هنا الجمالون هنا عبارة عن زي ما انت شايف كده جمالون مكون من كام بقى من كام عضو ها بص كده واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة ها سبع اعضاء سبع اعضاء دول هو جمالون مليان شوية هل في قوة بتأثر غير الاثنين ونص طن هنا هل في قوة تانية بتأثر تاني مجيني فعلا قوة تانية بتأثر مقدرها قد ايه مقدرها تلاتة طن طيب معنى كده ان ردود الفعل هو مدهالك برضو ولا لأ مردود الفعل هو مدهالي هنا مديلي هنا ها اتنين ونص طن رد الفعل الناحية دي وتلاتة طن رد الفعل اليام التاني يبقى هو مديلي كل القوة الخارجية اللي ايه اللي على الجمالون ينقص بحضرتك هنا هتعمل ايه اول حاجة واول اه خطوة انا ببديها في حل الجمالون اني بعمل عملية ترقيم للمساحات مساحة دي مساحة دي مساحة دي مساحة دي كل المساحات الخارجية الاول بعد كده ببدأ اخد المساحات الايه الداخلية فلما نيجي الرقم كده المساحات فاقول هنا الف مساحة ب مساحة جيم مساحة دال وبعد كده ادخل جوة الجمالون هقول هنا مساحة ايه مساحة واو ومساحة زين عشان نحيل الجملون ده نبدأ نشوف فين المفصل اللي فيه ها عضو معلوم وعضوين مجهولين ما يكونش فيه اكتر من عضوين مجهولين يعني انا ما اقدرش اخد المفصل اللي فوق ده ليه لان فيه عضو معلوم اه لكن فيه 3 اعضاء مجهولة ها العضو الايه الاحمر والعضو الاصفر والعضو الاخضر ده الاعضاء دي مجهيل اللي هو العضو بيه وهيه واو واو جي طب اقدر اخد المفصل ده اقدر اخد المفصل ده المفصل ده في عندي عضو معلومة هو اقدر ابدأ به وعضوين مجهولين طب تعالي ناخد كده ونبدأ نحل المفصل نفس الرقم واحد اول عضو هذكره في المفصل ده او اول حاجة هذكرها هي القوة المعلومة كامت? الف به اسمها الف به مقدرها تلاتة تمام وثلاتة طالعة لفوق معنى كده ان الف طالع لفوق لحد به يعني الف تحت وبيه لإيه لفوق طب انتهينا نطقت اخر حاجة به نبدأ ننطق اللي بعديه بإيه ببيه هي عفوا به ايه به هي تمام كده به ده ايه ده مجهول بعد كده ها العضو اللي بعد كده اخر حاجة نطقتها هي انطق بعد كده العضو اللي بعد كده هي الف اهو هيه الف يبقى فيه عندي عضوين مجهولين ها في الايه في المفصل رقم واحد عشان حل المفصل ده واعمل مضلع القوة لازم الاول ابدأ بالعضو المعلوم العضو المعلوم كان هو الف به طالع لإيه طالع لفوق من الف الى به طالع لفوق تلاتة فهقول هنا خطة هو مقداره تلاتة من الف الى به يعني الف تحت وبه فوق بعد كده بيقول لي من به الى هي من به الى هي ده على زاوية كام ها على زاوية ستين يبقى قادي من به الى هي اخد هنا من عند به على زاوية ستين ها رايح جاي كده طيب فين النقطة هي ما عرفش اللي عرفه لي ايه العضو اللي بعديها العضو اللي بعديها اللي هو اسمه ايه هيه الف هيه الف ده العضو ده اللي ما بين هيه والف ده عضو خط أفق فياجي هنا انا ما عنديش هيه لكن عندي ألف اجي هنا من عندي ألف رح واخد خط ايه خط أفقي وبالتالي هلاقي النقطة دي بقت ايه بقت النقطة دي نقطة هي واقول كده من الف الى به طالع لفوق ومن به الى هي تمام ادي النقطة ايه هي هتتنزل لتحت يبقى هنا الساهم ده هينزل إيه هينزل لتحت منهيه الى الف ده ده الساهم راح فين راح ناحية الف يعني من الساهم هين هيمشي هيمشي كده ناحية ايه ناحية الاتنين ونص دي يعني الساهم هنا هيشد اه هيشد يبقى الساهم هو بيشد ده وطالما بيشد هنا يبقى بيشد هنا كمان ها يبقى هنا برضو ايه قوة ايه قوة شد كم قيمة بقى به اقيس على ايه على مضلع القوة اقيس ده قد ايه كم قوة ها هيه الف اقيس هيه الف دي قد ايه كم سانتي تمام كده ونبدأ ناخد المفصل اللي بياليه المفصل اللي بياليه مفصل رقم اتنين ممكن بقى انا اختار المفصل اللي فوق ده وقت بقى خلاص ليه لان بقى فيه واحد هنا هو معلوم من التلاتة فبقى اللي مجهول من التلاتة دول بقى اتنين بس بقى فيه هنا واحد اهو عضو معلومة اهو وقوة معلومة ها طب تعالى نشوف هنبدأ نختار من اول عضو معلوم ها من علي مين اول عضو معلوم وخش في اتجاه قارب الساعة بداخل المفصل يبقى من اول هه به بعد كده به جيم بعد كده جيم واو بعد كده واو ايه واو هيه تمام احط كده هه به بعد كده به جيم بعد كده جيم واو اللي هي المجهولة بعد كده واو هيه اللي هي برضو مجهولة وتعالى نحط الكلام دوت على ايه على مضلع القوة احنا بنقول من هيه الى به معلومة هو من هيه الى به تمام طالع لفوق اه من هيه الى به طالع لفوق سام طالع لفوق ومن به الى جيم نزل اتنين ونص من به الى جيم نزل كم اتنين ونص يعني من عن اتخلي بالك قلب به ده تلات يعني اتنين ونص يعني قبل الايه قبل الالف ها بنص سانتي هلاقي النقطة جيم تمام ومن جيم الى واو ده على زاوية كام على زاوية ستين هاجي هنا من جيم الى واو على زاوية ستين موازية للزاوية او الخط الاصفر وبعدين فين واو انا معرفش فين واو ها لكن اللي عرفها لي العضو اللي بعدين العضو اللي بعدينها اللي هو واو هي انا عندي هي موجودة هي فين واو بقى ها من واو الى هي على زاوية كام على زاوية ستين على زاوية ستين هي يبقى مالش عفر ان الزاوية دي على زاوية تلاتين ليجي من واو دي على زاوية تلاتين لكن واو هي على زاوية ستين اجي هنا من عند هي اخذ على زاوية ستين هيتقاطع مع الخط الاخضر اللي ايه اللي اتعامل ده على زوجة ستين موازل اللي قاتل اصفر يبقى كده النقطة دي هي نقطة ايه نقطة واو تعال بقى نشوف بقى كده بالراحة واحدة واحدة نمشي واحدة واحدة من اول هي احنا قلنا من هيه بيه ادي من هيه بيه السهم طلع لفوق ومن به الى جيم السهم النازل اللي تحت اتنين ونص ومن جيم الى واو من جيم الى واو شايف السهم راح فين راح يضغط اهو يعني هو راح اهو طلع لفوق اهو يعني برضو هنا السهم طلع برضو لازم يضغط هنا يبقى ضغط اهو وطالما ضغط هنا يبقى لازم يضغط هنا كمان السهم برضو العكس بتاعه اهو ها وبعدين بقى من وو الهيه من وو الهيه نازل لتحت يبقى السهم هنا ها ينزل لتحت يبقى يشد المفصل ده يبقى طالما هنا اهو شايف فص السهم نازل يشد اهو وبرضه هنا يشد برضه العكس يبقى بيشد هنا ويشد هنا تمام يبقى الاعضاء بقى المجهولة اللي هي جيم واو ده عضو ضغط والعضو واو هي ده عضو ايه عضو شد او قوة الايه قوة فيه قوة شد نيجي بعد كده للمفصل التالت المفصل التالت اللي هو ايه بقى تعالى ناخد المفصل التالت يا ام اختار ده يا ام اختار ده انت عايز تختار اني واحد ناخد تعالى كده نشوف اي واحد هيوفي بالغرض اي واحد هيوفي بالايه بالغرض تعالى ناخد المفصل اللي تحت ده هنقول بقى هنا في ظهري هو هعتبر ان كده في ظهري الاعضاء المجهولة واخد كده وانا ماشي كده في تجاه قارب الساعة الاعضاء الايه الاعضاء المعلومة كلها الف هيه ده معلوم اه ما هو يبقى معلوم بعد كده هيه واو برضه ده معلوم اللي لسه جايبه في المفصل اللي فات مفصل لكم اتنين ها بعد كده ها العضو بقى المجهولة واو زين بعد كده زين الف تمام كده يبقى العضوين المجهولين هنا واو زين وزين ايه وزين الف طيب تعالى نشوف فين الاعضاء المعلومة اللي عندك احنا قلنا الاعضاء المعلومة الف هيه من الف الى هيه ها وبعدين الساهم هو فعلا بيشده من الف الى هيه من هيه الى واو الساهم طالع لفه اهو فعلا من هيه الى واو ها بعد كده يعني الساهم هو طالع هو طالع هو بيشده طالع بيشد من هيه الى واو بعد كده من واو الى جيم الساهم النازل اللي تحته بيضغط بعد كده من جيم اه عفن من واو الى عفن زين من واو الى زين من واو الى زين ده مجهول فين بقى فين واو زين على زاوية ايه على زاوية كام دي على زاوية ستين اجي هنا من عند النقطة واو اروح اواخد كده على زاوية ستين رحواخد على زاوية ستينة هو فين بقى هنا زين انا ما عرفش اللي يعرفها لي هو العضو اللي بعد كده العضو اللي بعد كده اللي هو ايه قالك زين الف طب زين الف ده زين الف ده ايه ده خط افقي ها تمام كده زين الف ده خط ايه خط افقي طب اجي هنا من عنده الف ورحواخد خط افقي كده لحد ايه لحد ها النقطة اللي بعد كده واقول النقطة دي اللي هي اسمها ايه زين نقطة اسمها ايه زين وتعالى ناخد كده المفصل بالترتيب احنا قلنا من الف الى هي الساهم راح فين ها راح هناك اهو بيشد بعد كده من هي الى واو الساهم طالع الى فوق اهو برضه بيشد اهو بعد كده من واو الى زين الساهم النازل لتحت الساهم النازل لتحت هنا بيضغط هنا يبقى هنا ضغط اعمل هنا ها ضغط اهو وطالع ما بيضغط هنا يبقى بيضغط برضه ايه بيضغط برضه اليم التاني تمام ومن زين الى الف من زين الى الف فوق الساهم راح فين ها يبقى هنا الساهم هنا هي ايه هيشد المفصل ده يبقى بيشد برضه المفصل ده يبقى تحط هنا ها شد اهو المفصل ومن هنا برضه ايه شد برضه كده الايه المفصل تمام وبعد كده نبدأ بقى ها اجيب ايه أجيب المفصل الرابع يا إم أخد ده أنا عندي عضو واحد مجهول بس اللي هو ده الزين أجيبه الزين ده بقى تعال نشوف في المفصل الرابع هقول هنا من أول زين واو هاخد المفصل اللي فوق ده من زين إلى واو أنا في ظهري العضو المعلوم العضو المجهول في ظهري وقدامي العضو المعلوم أو المعلومة كلها هاخد بقى هامشي في اتجاه دوري اللي هو اتجاه قريب الساعة ها لحد موصل للايه للعضو الايه للعضو ده هقول هنا زين واو ها هو بعد كده ها واو جيم بعد كده جيم دال بعد كده دال زين وهو العضو المجهول الأخير اللي عندي ونبدأ نرسم أو ايه نمشي حسب الرسم طبعا الأسهم اللي انت عملتها في المضالقة القوة دي بتتعمل بالرصاص وبمسحها عشان ما اطلقبتش واقول هنا بقى اول عضو من زين الى واو من زين الى واو طلع لفوق ها شفت عشان بقولك ما اطلقبتش من زين الى واو طلع لفوق ها يبقى من اول زين لويو طلع لفوق يبقى من زين لويو فعلا السهم هو طالع لفوق يبقى هنا بضغط بعد كده من وو الى جيم نازل لتحت من وو الى جيم برضو نازل تحت يبقى برضو بضغط بعد كده من جيم ها الى دال من جيم الى دال بقى من جيم لدال دي ها نازل قد ايه نازل تلاتة يعني من جيم لدال قوة اللي ما بينهم تلاتة طن فانزل من عند جيم تلاتة لحد ايه لحد دال طب فيه هنا نص لحد الف يبقى بعد الالف ايه باتنين ونص كمان وانزل هنا اعمل هنا الايه ها من اول جيم لحد ايه لحد دال 3 يبقى دين نقطة دال ومن دال الى زين على زاوية كام على زاوية 30 ها هو من دال الى زين على زاوية 30 او من دال الى زين هو على زاوية 30 يبقى انت كده خدت الايه ها خلي بالك بقى من دال الى زين رايح لفوق يبقى بيضغط على المفصل ده وطالما بيضغط على المفصل انا باخد عنده داوة الايه ها الحل يبقى برضه يضغط على المفصل التاني يبقى نقول هنا ضغط هو سهم ضغط هو وهنا برضو ايه سهم برضو هنا ايه بيضغط هو تمام كده كده الجملون بالنسبة لي ها نقص له ايه تكة بسيطة اللي هي الجدول تعال نعمل الجدول كده ونقول بقى هنا سيد ها مفصل او المفصل رقم العضو المجهول في المفصل مقدار كل قوة قد ايه ونوع القوة قد ايه المفصل رقم واحد كان فيه عضوين مجهولين اللي هو به هه وهه الف به هه وهه الف لما جيت استهم لقيت ان به هه من اول به لحد هه طلع كام طلع اربعة تلاتة واربعة من عشرة طلع طيب ومن هه الالف من هه الالف المسافة دي طلعت واحد وتمانية من عشرة اعرف بقى ان كان ضغط ولا شد من الاسهم اللي على الجملون النفسها اللي انا حطيتها عن جملون هو انت عندك به هه ديت بتضغط السهمين بيضغطه على المفاصل ولا بيشده المفاصل لأ بيضغط هنا وبيضغط هنا يبقى ضغط طب هيه الاف العضو هيه الاف ها بيشد هنا ولا بيضغط لا ده بيشد ده هو بيشد ده هو يبقى العضو ده شد ده المفصل الاول مفصل التاني كان فيه عندي برضو عضوين مجهولين ايه العضوين المجهولين اللي ايه اللي موجودين عندك عندي جيم واو واو هيه جيم واو واو هيه جيم واو من جيم الى واو او من جيم الى واو استها طلعت كام طلعت تلاتة وستة من عشرة سنتي يعني تلاتة وستة من عشرة طن انا بحول السنتي الى طن على طول طيب وست واو هيه طلعت كام طلعت اتنين وستة من عشرة تمام اقول بقى نوع القوة من اين من على الجملون انت عندك جيم واو ادي جيم واو هل هي بتضغط ولا بتشد لا دي بتضغط هاي العضو ده او نوع القوة في دغط طيب عندي العضو واو هي ده بيشد ولا بيضغط لا ده بيشد اهو وبيشد اهو يبقى هنا ايه شد اجي المفصل التالت المفصل التالت برضو كان عندي عضوين مجهولين الهو واو زين وزين ألف ايس بقى اخد مقدار القوة من على مضالع القوة من اول واو لحد زين واو زين ده كام تعال لما اسناهم كده طلع واو زين 2.5 طن 2.5 صنطي يعني 2.5 طن وزين الى ألف فين زين الى ألف ايه من زين الى ألف كام ايس من اول زين لحد ألف 3.4 و 1 من 10 ها صنطي يعني 4.1 من 10 طن اخد بقى انك النوع القوة ضغط ولا شد من على الجمالون نفسه من قسم الجمالون نفسه انا عندي فين العضو واو زين واو زين اهو ها ده بيشد ولا بيضغط لا ده بيضغط يبقى العضو واو زين ده ضغط انه هو القوة فيه ضغط طبع عندي ها العضو زين الف زين الف اهو من اهو اللي هو اللي ايه ادي زين الف والعضو اللي في النص زين الف ده ها فيه هنا بيشد من هنا وبيشد من هنا يبقى ده ايه عضو ايه عضو شد ده المفصل التالت المفصل الرابع كان في عندي عضو واحد بس مجهول اللي هو دال زين دال ايه زين فين دال زين هنا على مضلع القوة ادي دال وادي زين كام دال زين دوت لما قسناه طلع كام طلع اربعة وستة من عشرة ها صمتي يعني اربعة وستة من عشرة اشوف بقى ضغطه ولا شد منين من الاسهم اللي ايه اللي على الجملون نفسه هنا السهم هو بيضغط اهو وهنا السهم بيضغطه يبقى العضو ده عضو ضغط او نوع القوة اللي فيه قوة ايه قوة ضغط بكده يبقى حضرتك حليت الجملون بشكل سلس وايه ما فيوش اي اشكال بالنسبالي طيب خلي بالك ان حضرتك هتطالب بحل جملون لوحدك لما باجي حل الجملون بحله ازاي بحله بالمسلسات ميكانيكا احلها بالمسلسات اه ما اتحلش غير بكده ما انا بحل ها بالطريقة البيانية وبالتالي لازم اخد المسلسات عشان اعمل بها ايه ها عشان احل احل الجملون واجيب مضلع القوة عظيم يبقى لازم المسلس يكون ليه ها قاعدة وتوازل كل ايه لكل ضلع يعني اخد التوازل بتاع كل ضلع من الجملون نفسه عشان احطه تحت على مضلع القوة سهم لو انا عارف الزاوية خلاص انا عارف الزاوية مش عارف الزاوية يبقى انا هاخد الايه هاخد التوازل بتاعه من فوق من على ايه من على الجملون نفسه من على المسألة نفسها واخد التوازل حد ايه لحد منزل طيب تمام يبقى لازم اخد المسلسين ها وانا بحل ايه وانا بحل الجملون بتاعي لازم ارسم بالمسلسات وانا بحل الجملون بتاعي مسلسة 30 مسلسة 45 ولو فيه مصدر الحرف تي موجودة قدامك ما فيش مشكلة من غيرها برضو ما فيش مشكلة نقدر نحل الجملون من غير المصدر الحرف تي طيب تعالوا بقى نأكد ونشتغل تاني في مثال تاني ها ونعرف جملون اصعب شوية اه اربعة بس قبل ما نحل الجملون تعالوا نتحقق ان الاطار تام ولا غير تام هل الاطار اللي احنا جبناه وحلناه من شوية تام ولا غير تام تعالوا نشوف عرض المفاصل اللي عندك قد ايه واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة خمس مفاصل الله ده احنا حلنا اربعة بس ايوه انت بتحل اربعة المفصل الخامس بيتحل الوحده لان القوة اللي فيه او الاعضاء اللي فيه المجهولة بتيجي الوحدة فانت لو عندك ست مفاصل انت بتحلهم فالستة ها بتحل منهم خمسة والسجس بيجي الوحدة لو عندك خمس مفاصل موجودين في الجملون فانت بتحل اربعة والخمس بيجي الوحدة يبقى انت كل اللي انت بتعمله ان انت ايه ان انت بتحل عدد المفاصل ها مش كلها ناقص ايه ناقص واحد والمفصل ايه الاخير ده هو بيجي ايه بيجي الوحدة طيب هل الاطار تام ولا غير تام هل بيحق المعادلة اللي بتقول اتنين في مين ناقص ثلاثة بتساوي عدد الاعضاء ولا ما بيحققش المعادلة دي تعالوا نشوف على الشاشة بيقول ايه بيقول لي هنا للتحقق من ان الاطار تام هقول هنا عدد الاعضاء فين عدد الاعضاء الاعضاء موجودة فين هنا تعال كده نعدهم ومالكش دعوة بالقوة الزرقة انا بقول الاعضاء اعضاء الجملون مالكش دعوة بالقوة الخارجية لا اعضاء الجملون فين واحد اتنين تلات اربعة خمسة ست سبع اعضاء اعضاء الجملون كم سبع اعضاء يبقى سبع اعضاء بيساوي اتنين في ميم ميم اللي هي خمس مفاصل بيساوي عشرة ناقص تلاتة بيساوي سبع اعضاء يبقى الجملون اللي عندك ده حق المعادلة يبقى اذا الاطار هنا ايه اطار تام ولا يحتاج الى ايه الى اعضاء تساند تمام وهو ايه هو اطار تام مش كده يا جماعة الاطار ايه الاطار تام تعالوا بقى نأكد ازاي نحل جملون بالطريقة دي تعالوا بقى نبدأ ناخد ايه جملون بالشكل اللي قدامك ده الجملون ده بيقولك الرسم الموضح امامك عبارة عن اطار معدني متساند جملون مرتكز الطرفين متماثل يعني النص اليمين زي النص الشمال لو انت حطيت كده متماثل يعني النص هنا كده نص ده كده ده زي ده باستخدام الحل البياني اوجد كل من الاتي مقدار ونوع كل قوة مؤسرة ثم اتحقق اذا كان الاطار تام او غير ايه او غير تام طيب القوة اللي موجودة على الجملون ان هو جابها لي خير وبركة ما جابها ليش وجاب لي بس القوة اللي فوق فانا بعرف ان ردود الافعال بتسوي ايه القوة اللي فوق على اتنين طالما ان الاطار ها ها متماسل النص هنا زي النص ايه هو تفضل وجاب لي القوة المؤسرة واردود الافعال بتاعتها اللي تحت قوة هنا بتأثر اللي تحت خمسة والقوة هنا خمسة واردود الافعال اللي بتأثر برضو هنا ها اليمين دي هنا رد الفعل هنا خمسة ورد الفعل هنا خمسة في اولى خطوات حل الجملون اول حاجة بعملها اني ببدأ ترقيم الجملون ارقم المساحات الفاضية برا الجملون ثم اخش جوه الجملون من ناحية الشمال وفي اتجاه اقارب الساعة ابدأ ارقم المساحات الايه الباقية يبقى فيه واحد اتنين تلاتة اربعة اربعة مساحات برا فيه واحد اتنين تلاتة تلاتة مساحات جوه نرقمهم هقول كده ادي هنا الجملون اهو وترقم ها تمام طيب تعالوا كده نرقم الجملون الجملون هنا قلنا اربع مساحات الف ب جيم دال الف ب جيم دال ادي الاربع مساحات اتعاملهم وبعد كده خش من جوه الجملون واخد التلات مساحات الايه تلات مساحات التانية هيه واو زين هيه واو ايه زين ونبدأ ناخد اول مفصل عندي اول مفصل عندك هناخد الايه المفصل ها المفصل ده اللي فيه عضو معلوم وعضوين بس مجهولين ماقدرش ااخد المفصل ده لان فيه تلاتة مجهولين ولا دا لان فيه تلاتة مجهولين ولا دا لان فيه واحد اتنين تلاتة اربع اربع مجهولين ها وده ممكن نتاخد بس احنا بيفضل احنا نبدأ من الشمال ليه من الشمال عشان رسمة مضلع القوة تبقى ايه تبقى مظبوطة عندي نبدأ هنا من اول ايه من اول المفصل ده وفي اتجاه عقرب الساعة بداخل المفصل هقول المفصل هنا رقم واحد الف به الف به ده طالع ايه طالع خمسة ايه خمسة طن يعني خمسة سنطي عندي ها من الف الى به من الف الى به وهو طالع يبقى من الف تحته وبه فوق واقول كده يا جماعة ها مفصل رقم واحد الف الى به بعد كده من به الى هه ده مجهول ومن هه الى الف ده برضه مجهول يبقى نقول هنا كده ها قدل ايه قدل مفصل من الف الى به طالع خمسة ومن به ها على زاوية ستين انزل انا معرفش فين هي تمام اللي يعرفني بقى هي هي فين العضو المجهول التاني بيقول لي هيه الف طبع انت عندك الف اوه والعضو افقي يعني واخد ايه واخد شكل ايه مستوي افقي يبقى من الف الى هي اخد الايه اخد الشكل الافقي اللي قدامي ده اخد كده ها من الف لحد ايه افقي لحد مغبط هنا في الايه ها في الايه في العضو به هيه دو هلاقي هنا النقطة دي ايه النقطة هي واقول بقى هنا من الف الى به طالع لفوق او فعلا طالع لفوق من به الى هيه نازل لتحت يبقى السهم هنا نازل لتحت يضغط وطالع لما بيضغط هنا يبقى بيضغط هنا ومن هيه الى الف السهم رايح فين رايح اوه شاف الاتجاه ده اتجاه الف اوه يبقى ايه بيشد المفصل ده وطالع لما بيشد هنا يبقى بيشد هنا ها وبعدين ها نقول كده المفصل ده كده ها اتعمل ويه وجه جبنا بيه جبنا منه المجهولين بيه هيه وهيه ويه ألف ونبدأ نختار المفصل التاني المفصل التاني اللي هو ايه بقى اللي هو اللي فوق ده لان ما قدرش اخد المفصل ده لو خدت ده عندك واحد اتنين تلاتة مجهولين الرابع ده انا لسه جايب اوه لما دول تلاتة دول مجهولين ما ينفعش اخد مفصل فيه تلات تلات مجهولين لازم بالكتير اخد اتنين مجهولين بس طب هنا هنا فيه واحد اتنين التالت ده اللي انا لسه جايب ونبدأ بقى نختار ها او نبدأ نكتب المفصل المفصل ده اكتب الاعضاء اللي فيه عند في ظهري عضو مجهول وانا بادي اهو قدامي ها في اتجاه قارب الساعة هوت وماشي كده في اتجاه قارب الساعة اخد اول عضو معلوم هه به وبه جيم وجيم واو ده عضو مجهول واو هه ده برضو عضو ايه عضو مجهول العضاء المجهولة هي جيم واو واو ايه واو هه تعالا ناخد بقى المفصل ده ونرسمه على ايه على مضلع القو هه به من هه الى به تمام موجود من هه الى به موجود اهو ومن به الى جيم من به الى جيم ده كام نازل ايه نازل خمسة نازل كم خمسة يعني هنا ها مش كان من الف الى به خمسة او من به الى جيم ده نازل خمسة برضو يبقى هنا النقطة دي عبارة عن الف و جيم مع بعض الف و جيم ايه مع بعض فهنا من به الى جيم الله ده الف ما هو الف و جيم زي ما قلنا يبقى من ينفع قول به الف وينفع قول به جيم من به الى جيم نازل لتاعة وفعلا السهم النازل لتاعة هون بتاعجيب به جيم ها وبعد كده من جيم الى واو مستوي من جيم الى واو ده ايه مستوي خط افقي اخد هنا من عند جيم خط أفقي كده ومن واو إلى هي فين واو إلى هي على زاوية ايه على زاوية ها ستين اخد كده من عند هي كده على زاوية ستين هلاقي ايه الخط ده ما بيقطعش اي حاجة لهنا ولا هنا يبقى النقطة دي فيها هي وفيها واو برضو مع بعض طيب تعال نشوف احنا قلنا هنا من بي من هي إلى بي طالع لفوق السامة طالع لفوق ومن به إلى جيم السامة النازل لتحت ومن جيم إلى واو شايف بصة ورح ليه تجاه واو يبقى السامة ده بيضغط هنا وبيضغط هنا برضو يبقى ده ضغط جيم واو ده ايه ضغط ها ومن ايه بقى ومن ومن واو إلى هي من واو إلى هي العضو ده واو هيه ده ها بيقع في في نقطة واحدة يعني مش على خط ده بيقع في نقطة طالع لما بيقع في نقطة يبقى ده اسمه عضو صفري يعني ايه عضو صفري عضو غير محمل بأي أحمال لما المحطوط ليه محطوط علشان بس ايه علشان بس ها الشكل الجمالي وتحسبا لو انهار اي عضو من أعضاء الجمالون ها العضو الصفري ده يبدأ يخش اسمه كده بكدف وكده يقولك استنى أنا موجودة هو ها يبدأ يتحمل الايه اللي وقع من الايه من الانهيار ده تمام كده يبقى العضو واوهي ده عضو ايه عضو صفري ليه عضو صفري لانه بيقع في نقطة بيقع في ايه في نقطة ها واوهي ده بنطقل هنا في نقطة اوه تمام كده تمام نيجي بعد كده للمفصل اللي بعد كده المفصل التالي او التالت مفصل التالت ده اللي هو المفصل ده نقول هنا ألف هي وهي واو وواو زين وواو زين ده مجهول وزين ألف زين ألف ده برضو مجهول نعمل الكلام ده إزاي من ألف إلى هي موجود ومن هي إلى واو برضو موجود اللي عضو صفر أهو على نقطة واحدة ومن واو إلى زين ها على زاوية كام من واو إلى زين ده على زاوية ستين ماشي طيب على زاوية ستين هو تعامل هو على زاوية ستين لكن فين بقى زين اللي يجبها لي النقطة لإيه النقطة أو العضو اللي بعدين من زين إلى ألف من زين إلى ألف بص كده هاو شايف من ألف هو هو خط إيه خط أفقي أخذ من ألف إلى زين خط أفقي فأعمل إيه أعمل خط ده بحيث يقطع لي الخط المايل ده على زاوية ستين في نقطة ده قطع برضو نفس النقطة يبقى النقطة دي فيها هي واو وزين يعني النقطة اللي اطحها انا عايز اقول من الف الى زين فين زين زين اطحها هنا في النقطة دي يبقى النقطة دي فيها زين يبقى زين الف يبقى زين الف ده اهو موجود هنا اهو يبقى النقطة دي فيها ايه فيها زين النقطة دي فيها ايه فيها زين تعال بقى نشوف بقى الاعضاء المجهولة واو زين وزين الف احنا كنا بنقول من الف الى هيه اه من الف الى هيه وبعد كده من هيه الى واو ده عضو صفر بعد كده من واو الى زين من واو الى زين ده عضو صفر برضو لانه ايه الاتنين برضو على نقطة واحدة الاتنين على نقطة ايه على نقطة واحدة ومن زين الى الف بص من زين الى الف رايح فين رايح فين في اتجاه الف يبقى ده هنا بيشد المفصل ده وطالما بيشد هنا يبقى بيشد هنا كمان نيجي بعد كده للمفصل رقم أربع مفصل أربع إحنا خدنا هنا المفصل إيه بقى فين المفصل الرابع هنا ها مفصل الرابع اللي هو إيه بقى جماعة اللي هو المفصل ده المفصل ده تعال كده نبص كده هخلي فين العضو المجهول اللي فيه هو دال زين دال زين هخلي هنا العضو المجهول اللي فيه ده في ظهري وبقدام الأعضاء المعلومة دي كلها وأقول بقى هنا من زين إلى واو من واو إلى جيم من جيم إلى دال ومن دال إلى زين كله هنا أعضاء معلومة وقوة معلومة المجهول الوحيد تعال نشوف من زين إلى واو من زين إلى واو ده عضو صفر يا عم يبقى في نقطة تمام ومن واو إلى جيم ها على خط إيه خط أفقي من واو إلى جيم خط أفقه من واو نقطة واو إلى جيم النقطة دي ألف وجيم برده يبقى من واو إلى جيم ها ومن جيم ها إلى دال من جيم إلى دال هنا نازل خمسة من جيم لدال نازل إيه نازل خمسة نازل كده خمسة ها ومن دال إلى زين ومن دال إلى زين على زاوية ستين ها هو هلاقي إيه هلاقي الخط كده نازل على زاوية إيه ستين وخلي بالك بقى من دال إيه لزين ده طالع فوق وطالع فوق يبقى طالع فوق هنا برضو يبقى بيضغط هنا يبقى كمان بيضغط هنا يبقى أنت كده عملت الإيه أعضاء الإيه أعضاء الجمالون الموجودة عندك تعال بقى نشوف بقى هنا يتعامل إزاي في الجدول عندك الجدول اللي قدامك رقم المفصل العضو المجهول فيه ومقدار كل قوة ها موجودة على العضو ده ونوع القوة الموجودة في العضو ده طبعا دي المفاصل اللي احنا قلنا عليه أربع مفاصل والخامس جيل واحد وده الرسم اللي موجود عندي تعال بقى نشوف بقى هنا نفس الرقم واحد كان فيه عضوين مجهولين اللي هو به ايه وإيه ألف أهم به ايه دوت أنا قستو على مضلع القوة طلع كام طلع خمسة وتمانية من عشرة سوق لطنو طلع خمسة وتمانية من عشرة سنطي يعني اتحول إلى سوق لطنو طب بيه هيه دوت فين بيه هيه هو السهم هنا ايه بيضغط يبقى ضغط هيه ألف أنا قستي هيه ألف على مضلع القوة طلع اتنين وتسعة من عشرة سنطي يعني اتنين وتسعة من عشرة طنو ها قوة ايه قوة شد لأنه هنا هاقلبه لك بقى هيه ألف أهو بيشد أهو المفصل وبيشد هنا المفصل أهو مفصل رقم اتنين فيه عضوين برضو مجهولين اللي هو جيم واو واو هيه جيم واو مقسته من على مضلع القوة تحت كان كام سنطي كان اتنين وتسعة من عشرة سوكل طن اه سنطي يعني اتنين وتسعة من عشرة سوكل طن طيب واو هيه هما جيت ايسو ملقتلوش مقاس لأن واو هيه الاتنين في نقطة واحدة فاكر لما قلت لك الاتنين بيقع على نقطة واحدة يبقى واو هيه ده عضو صفري ما فيش ايه مش محمل بقى اي ايه بقى اي حمل طيب اقول بقى هنا جيم واو فين جيم واو جيم واو هيه هل السهم هنا بيضغط اه بيضغط او والسهم هنا بيضغط برضو بيضغط يبقى جيم واو ده ايه ها ضغط طب واو هيه واو هيه ده قلنا عضو صفري يعني ايه يعني لهو ضغط ولا هو شد ما هو غير محمل بقى اي قوة عشان تبقى شد او ضغط ونيجي بعد كده مفصل التالت مفصل التالت كان برضو فيه عندي عضوين برضو مجهولين اللي هي واو زين تمام ها وزين ايه وزين الف مظبوط ها واو زين وزين ايه لهو المفصل التالت ده كان فيه واو زين وزين الف لما قصت واو زين على مضلع القوة لقيته برضو الاتنين بيقعوا في نقطة يعني ملوش مقاس يعني ايه ده ها ما بيكتبش قدامه حاجة عضو صفر ولما قصت زين الف على مضلع القوة ها لقيته اتنين وتسعة من عشرة سكر اه سنتي يعني اتنين وتسعة من عشرة سكرتن طيب ضغط ولا شد بقى قلنا واو زين ده عضو صفري اما زين الف فهي قوة ايه قوة شد لانه بيشده شد المفصل ايه بيشد المفصل ايه تمام خلي بالك الشداد الرئيسي ده شايل قوة الشد كلها قوة الشد ايه كلها مفصل الرابع مفصل الرابع عندي كان فيه عضو واحد بس مجهول اللي هو العضو دال زين دال زين ده لما قيسته من على مضلع القوة لقيت ان دال زين ده ها عبارة عن ايه عبارة عن مسافة خمسة وتمانية من العشرة سوكلتن ولما قيست اشوف هنا الاسهم ضغط ولا ايه ها ولا شد لقيتها هنا دال زين ده بيضغط هو المفصل وبيضغط المفصل يبقى المفصل هنا ايه يبقى هنا العضو دي ايه قوة ضغط تمام يبقى هنا عندي ها ادي هنا مضلع القوة زي ما انتم شايفين لما قيست دال لزين لقيته كاميرا مع خمسة وتمانية من عشرة ها يبقى قوة ايه قوة قوة ايه قوة ضغط بكده ابقى انا نهيت المثال بتاعي ومشيت بالترتيب الدوري جوه المفصل ها الواحد في اتجاهها قارب الساعة وبدأت ها اجيب ايه اجيب المفاصل الاعضاء المجهولة في المفصل في المفاصل كلها وحطيت الكلام ده جوه جادور مطلوب من حضرتك انك تقدم حل المسألة ده كدليل وبالتالي لازم تكون عندك ها الدقة في ايه في الرسم ممكن يختلف في المقاس واحد او اتنين الا ها يعني ايه يعني في مقاسات بسيطة لكن لان ده طبعا زي ما احنا اقول حل بياني لكن انا اتمنى انك تتحرط دقة في حل مسائل الجمالون بالذات حل مسائل الجمالون حل الجمالون بيتطلب دقة عالية جدا عشان حضرتك تعرف مقدار القوة قد ايه وعشان حضرتك تبدأ تشوف بقى يعني انا بعد ما عرفت مقدار القوة انا بقى كمصم انا بعمل 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 الجمالون ده انا هختار نوع القطاعات الحديدية على حسب مقدار كل ايه كل قوة موجودة لحد كده والحلقة بتاعتنا انتهت اشكركم واشكر فالي الاخراج والاعداد شكرا جزيلا وان شاء الله نتقابل في حلقات تانية ومخارج تانية ان شاء الله للصف التالت باذن الله شكوركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا